موسيقى موسيقى هل يمكن للصلوات أن تغير الظروف أهلا أحبائي أرحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح تحية النعمة والسلام والمحبة لجميعكم في هذه الحلقة سأتكلم عن الصلوات التي غيرت ظروف غيرت أشياء في أمثلة كثيرة من كلمة الله في الكتاب المقدس عن رجال ونساء اللي كانوا يحبوا الرب وخافوا الله وأدركوا سيادة الله كانوا بيرفعوا صلوات وهذه الصلوات عملت أمور عجيبة جدا وهذا ما أريد أن أتحدث عنه في هذه الحلقة لربما تتسائل أنت في هذه اللحظات يوجد جبل يوجد مستحيل أمامي فالسؤال ما هو المستحيل أمامك فهل الصلوات تغير المستحيل وهل الصلوات ممكن أن تحقق أمور غير عادية أنا أحب أنك تشاهد هذه الحلقة ابقوا معي سأعود حتى أتحدث عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائي مرة أخرى الصلوات اللي غيرت الظروف وعملت أمور عظيمة وخارقة في التاريخ ومسكورة في سجلات العديد وأهم سجل هو سجل الكتاب المقدس كلمة الله الموحى بها رجل الله هو رجل مقدس رجل مليان بكلمة الله يتكلم بكلام الله بكل مجاهرة رجل الله هو رجل المواقف ورجل الله هو رجل الكتاب وهو الرجل الذي يستند على حضور الله وسيادة الله في حياته رجل الله الذي يدرك أنه إذا كان هو مع الله لابد أن يواجه العالم وإذا كان بخاف الله لا يستطيع أن يهاب أي إنسان في هذا الوجود فهذا هو رجل الله وهذه كل امرأة تقية تحب الرب وتخاف الرب وتخضع وتطيع لصوت الرب إخوتي وأخواتي نحن نمر في أيام عصيبة جدا ما كان حد يتوقع أو يدرك اللي صار اليوم أنه يصير في هذه السرعة مش في مكان واحد لكن غطت أكتر من 180 دولة في العالم لم تصل إلى شعب واحد لكن وصل هذا الوباء إلى معظم شعوب العالم لم يفرق هذا الوباء بين دول عظيمة أو دول ضعيفة لم يفرق هذا المرض بين الأغنياء والفقراء لم يفرق هذا المرض بين الكبار في السن أو صغار السن بين العجايس وبين الحدثات بين الشباب أو بين كبار السن لم يفرق بين لون جنس عرق هذا الوباء لمس الجميع وهذا اندل على شيء بدل نحن جميعنا نحتاج إلى نعمة الرب ونحن جميعنا نحتاج أن نطلب وجه الرب ونحن جميعنا مخلوقون على صورة الله ونحن جميعا سواسية أمام الله نحن جميعا أبناء آدم وحواء نحن جميعا في الموازين إلى فوق ونحن جميعا فعلا نحتاج نعمة الله نحتاج بركة الله نحتاج خلاص الله نحتاج إلى معاملات الله ونحتاج إلى الشفاء الإلهي الكامل تعرف حبائي هذا الوباء كثير من الناس بتعيد إحساباتها وأكيد بإعادة أو جرد الإحسابات لابد أن نأخذ خطوات عملية في حياتنا ولابد أن ندرك أنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما ولابد أن ندرك أن الله هو المتصلت في ممالك الناس ولابد أن مملكة الله هي التي تسود على كل الأحياء من كان يظن هذا المرض أنه سيغلق بيوت ومدارس ومؤسسات والاقتصاد والأعمال وكل يعني والمطاعم والأتلات والصفر والمطارات أغلقت العديد من الأمور تحولت الناس طبعا من جهة في كثير ناس بتساعد وبتساند ولكن لسبب المرض كثير ناس أصيبت بأمراض عصبية أمراض نفسية أسر وتفكك في الأسر وصراعات وطلقات وانفصالات والحبل على الجرار عاوز أشجع كل شخص بشاهدنا في هذه الحلقة أنا وانت رغم ضعفاتنا مع أننا لا نستحق نعمة الله ومع أننا لا نذكر كما يقول الكتاب يذكر أننا تراب نحن نحن التراب نحن المزدرة وغير الموجود الله بيهتم فينا الله بيختارنا عينه علينا بحبنا وعاوز الأفضل لكل واحد مننا الأزمة أحبائي تعطينا فرصة جديدة والأزمة بتخلي نظرنا بدل ما يكون على الأرض نظرنا إلى السماء كما هو مكتوب ناظرين لا إلى الأشياء التي تفنى بل إلى التي لا تفنى ناظرين إلى الأمور الأبدية ناظرين إلى السماء بل ناظرين إلى يسوع المسيح رئيس إيماننا إخوتي وأخواتي نحن نؤمن أن الله حي قيوم موجود ويجازي ويكافئ الذين يطلبونهم والله بطالب كل المؤمنين أن يطلبوا بإيمان بإيمان غير مرتاب البتة ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة فإذا نطلب بإيمان والكتاب بيتكلم عن رجال الله وعن أبطال الإيمان وأنا اليوم بشجعك أنك تقرأ سلسلة من سجل الشرف أسماء كثيرة اللي من خلال الإيمان في عبرانيين إصحاح 11 استطاعوا أن يقهروا ممالك استطاعوا أن يجروا أمور خارقة واستطاعوا أن يغيروا أمور كثيرة إنه الشخص الذي يعرف الله ويعرف مشيئة الله إنه الشخص الذي يريد أن يرضي الله ويتمتع ويصر بمشيئة الله خليني في البداية أتكلم إن هذا الوباء هل إنه ممكن يقف هذا الوباء؟ أنا أؤمن إذا اتحدت الكنيسة وصلت في اسم الرب يسوع المسيح بإيمان نستطيع أن نوقف هذا الوباء في عنا قصة في العهد القديم قصة داود بسبب خطيئة ارتكبها من خلال إحصاء الشعب فالرب ضربوا في وباء وعندما أدرك أن هذا الوباء هو ضرب إلهية اعترف بخطيئة وتاب عن خطيته وطلب من الرب وفعلا الرب أوقف الوباء تعرفوا الأزمة تعطي فرصة لكن الأزمة أيضا بتخلينا ننظر لأله وننظر لأنفسنا ننظر لأنفسنا لأننا لا نستحق نعمة الله لكن ننظر نمتحن ونقيم أنفسنا لأن الله هو ممتحن القلوب وهو وزن القلوب وهو فاحص القلوب فإذن عندما يمتحن القلب مكتوب يصر بالاستقامة فنحن نريد أن نرضي الله في حياتنا هكذا داود صلى ووقف الوباء ووقفت الضربة وخلينا أعطي مثل مهم جدا من العهد القديم تعرفوا رجل الله رجل الله العظيم موسى مكتوب عنه في الرسالة إلى العبرانيين من آية 24 بالإيمان موسى لما كبر أبا يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى رجال الله ما بيشوفوا الأزمة بيشوفوا الله هو فوق الأزمة يرى ما لا يرى الكتاب يتكلم عن نبي الله أليشع عندما جاء الأراميون وأحاطوا مدينة دوثان خادم أليشع ارتعب وخاف عندما رأى كل المركبات حول المدينة وصلى النبي أليشع لغلامه وفتح الرب عيني الغلام وشاف مركبات نارية من جيوش ملائكية تحيط في المدينة فتشجع موسى أحبائي رجل الله بكل معنى الكلمة كليم الله لأنه استطاع أن يكلم الله وجها لوجه والكتاب يتكلم عن موسى أنه صعد إلى جبل الله جبل حريب جبل سيناء وهناك من خلال عهد الله تواصل مع موسى وهناك أيضا موسى شاف مجد الله والرب أعطى موسى الوصاية العشر على لوحين وكان موسى مع الرب لمدة أربعين يوم وأربعين ليلة في محضر الله أخيرا قال الرب لموسى أن ينزل لأن شعبه عم بيعمل خطية فضيعة وشنيعة خطية أثيمة جدا وهذه الخطية رغم أنه شافوا مجد الله شافوا الضربات على مصر شافوا كيف الله شق البحر الأحمر وشافوا كيف الله بيهديهم بعمود من نار وعمود من سحاب شافوا كيف الله بيهتم بإحتياجاتهم من الخبز والماء فسرعان ما نسوا الله وصنعوا عجل من ذهب يعني أحد آلهة المصريين وابتدأوا يرقصوا وابتدأوا يسجدوا ويعبدوا هذا طبعا التمثال اللي هو البقرة الذهبية فموسى عندما نزل غضب وكسر الوصاية وفعلا كان لازم يتعامل مع الخطية لكن لاحظ من خلال صلاة موسى بقول له في آية 32 في خروج 32 بقول له أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت فقال الرب لموسى من أخطأ إلي أمحوه من كتابي ولاحظ هذا الكلام لما رجع موسى يتحدث مع الله لكن قبل هذا الكلام الله بيكلم موسى بقول رأيت هذا الشعب وإذا هو الشعب صلب الرقبة فالآن أتركني ليحمى غضب عليهم وأفنيهم فأسيرك شعبا عظيما فتضرع هنا الصلاة الشفعية موسى أمام الرب إلهي وقال لماذا يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من غضب ليه يعني تغضب على هذا الشعب واحد اثنين لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث وحاشة لله أن يكون ماكر ليقتلهم في الجبال ثلاثة بقوله ارجع عن حمو غضبك أربعة بقوله اذكر المثاق يعني العهد مع إبراهيم إسحاق وإسرائيل اللي انت حلفت بنفسك أنك تعطيهم الأرض فرجع الرب عن هذا الشر صلاة موسى الشفاعية استطاعت أنه فعلا اتوقف الغضب الإلهي وبتعرفوا أحباء كتير أنبياء إرمياء ودنيال صلوا ولسيما عندما ذهب الشعب إلى السبي بتشوف في سفر المراثي أرمياء كيف بيسكب نفسه وبتشوف النبي دنيال عندما أدرك أنه السبي كان نتيجة الخطية ونتيجة ابتعادهم وانفصالهم عن الله ابتدأ يتضرع إلى الله ويطالب الله بالغفران ويتوب عن نفسه وعن خطايا شعبه وعن خطايا الآباء ويذكر الله بموعده أنه بعد سبعين سنة رح يرجع الشعب من السبي إلى أرض يهود إلى أور شليم أمور أحبائي من خلال الصلوات عملت أمور خارقة وهذا أحبائي ما نراه في شخصية موسى موسى تشفع أمام الله وذكر الله بالعهد واتكلم مع الله كما يكلم صاحبه وهذه واحدة من نعم الله أنه نستطيع نتكلم مع الله بلغة إنسانية فمن يستطيع أن يكلم الله بأي لغة القدوس البار المكتوب عنه إله غيور إله نار آكلة ولكن من أجل نعمته من أجل محبته هنا التوازن في الصفات الإلهية أنه كلم الرب وعندما صلى موسى في آية تسعة في خروج أربعة وثلاثين إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد فليسر السيد في وسطنا فإنه شعب يعني بوافئ مع الله شعب صلب الرقبة واغفر إثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا فقال هنا الرب كلم هأنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب إن الذي أنا فاعله معك رهيب وهنا أحبائي منشوف كيف موسى من خلال طاعت في العبرانيين موسى عندما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزاء مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة بالإيمان رغم غطرست وبطش وعنفوان فرعون بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان استطاع موسى بالعينين الروحية أن يرى الله فوق كل الظروف ونحن بعين الإيمان أحباء ننظر أن الله أقوى من أي وبأ ومن أي مرض ومن أي كاثرة ومن أي تفكك أسري ومن أي حياة فتور أو تراجع أو قهر أو إزلال أو فشل أو خسارة أو يعني فشل بالمعارك الروحية أني فاعل فاعل معاك أمر رهيب لأن الله لم ولن يتغير مكتوب عن يسوع هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد فإذا موسى رجل الله استطاع أن يمنع الضرب مع أن الله في عدة مرات دان الشعب وبسبب أنه جرب الرب عشر مرات في البرية مات كل الشعب القديم ما عدا الشباب من ابن عشرين كان فما دون طبعا ما عدا كالب بن يفن ويشوع بن نون لأنه طاعوا وأكرموا الرب نتعلم من هذا أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون هذه الآيات أحبائي في سفر سموئيل سموئيل النبي كان نبي كان قائد طبعا حربي وكان أيضا كاهن وكان قاضي يعتبر همزة الوصل بين القضاء وبين أول ملوك إسرائيل الملك شاول والملك داود ترحبا مكتوب عن سموئيل في إصحاح سموئيل أول إصحاح 12 مكتوب قال هذه العبارة وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم تعرفوا كانت فترة عصيبة جدا يعني عالي الكاهن اللي كان يعتبر اللي بيكهن في منطقة تسمى الشيلو وأولاده كانوا أشرار الكهنة وكانوا يستغلوا أساء العبادة وبعدين حتى يزيدوا على خطيتهم أخذوا تبوت العهد تبوت الرب وحاربوا الفلسطينيين القدماء وهناك خسروا المعركة أمام الفلسطينيين بس الرب لأنه كان حضوره في هذا التبوت تبوت العهد ضرب الفلسطينيين الفلسطينيين كان عندهم مفهوم عن الله أكتر حتى من شعب إسرائيل قالوا صعب أن نحارب هذا الإله فبعتوا هدايا واسترجعوا التبوت وبعدين أحبائي مكتوب زال المجد من إسرائيل لأنه تبوت الرب أخذ فصموئيل جمع كل مملكة إسرائيل وقدم ذبيحة وهناك عمل عهد أمام الرب يذكر الشعب في عهده وهناك أحبائي يعني من خلال صموئيل استرجع واسترد المملكة ووضع حجر يسمى حجر المعونة إلى هنا أعاننا الرب فبالتوبي والرجوع استطاع أن يسترجع المملكة من خلال قوة الصلاة ابقوا معي سأواصل حديثي عن شخصية عظيمة أخرى من الكتاب المقدس سأرجع بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يقفون في الصغر حتى يكونوا سبب وأدات نجاء وخلاص للشعب في أزمة معينة وفي حقبة تاريخية معينة انقسمت مملكة إسرائيل إلى قسمين يهوذة المملكة الجنوبية يهوذة اللي كان منها صبت يهوذة وبن يمين والمملكة الشمالية بعد ابن سليمان رحب عام اللي حكم يهوذة ويرو بعام اللي حكم الأصباط الشمالية العشر واتغيرت الملوك في مملكة الشمالية مملكة إسرائيل في هذه الحقبة التاريخية كان الملك أخاب الملك أخاب كان أشر ملوك إسرائيل وعشان يزيد على شره وفساده تزوج إزابيل الملكة إزابيل ابنة أثبعل خادم وكاهن البعل من ملك في منطقة الصيدونيون وجاء بها وهي أحضرت عبادة البعل في إسرائيل وكرست 450 كاهن لعبادة البعل وأربعمائة كاهن لعبادة الإلهة عشتروت وقتلت أنبياء الرب واتهدت شعب الرب وطالبت بعبادة البعل مما أدى الإبتعاد والارتداد عن عبادة الله الحي لكن في هذه الفترة الزمنية الله أقام رجل الله إليا النبي يظهر فجأة في التاريخ ويختفي فجأة في التاريخ في مركبة نارية عند أول جمل نسمعها إليا التشبي من مستوطني جلعاد أول جمل قال حي هو الرب الذي وقفت أمامه إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي فمن هو رجل الله أو نبي الله اللي فعلا كلام الله في فمه حق كما قيل عن إلي في آخر آية في ملوك الأول إصحاح 17 فإذن رجل الله اللي في حضور الله حي هو الرب الذي وقفت أمامه في كلمة الله بيتكلم بروح النبوة هو رجل مقدس ويستطيع أن يصنع المعجزات والآيات لأنه في علاقة مع إله حي فكانت صلاة إليا كتأديب للمملكة الشمالية أنه سكر السماء ثلاث سنين ونص ما فيش مطر ونتو عارفين بلادنا أرض فلسطين الأراضي المقدسة ما في عنا مثل نهر النيل أو الدجلة أو الفرات إحنا عايشين على رحمة الله ما عنا يمكن نهر الأردن يعتبر جدول صغير إذا ما قررناه مع النيل العظيم طبعا لكن اللي عنا ياته إنه في مطر لما بتمطر الكتاب يتكلم بركة فهذا بيكون بركة لكن لما ما بتمطر بتكون تأديب على الشعب في الأراضي المقدسة فإذا إليا استطاع أن يوقف السماء ثلاث سنين ونص وبعدها صلى رجع المطر فكان التحدي لإليا طالما كل المملكة ارتدت يجتمعوا على جبل الكرمل وقال لهم حتى متى تعرجون بين الفرقتين إن كان الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه وكان التست إنه يجيبوا طبعا عجل يقسموه يقطعوه ويحطوه على المذبح والإله الذي يجيب بنار فطالما أنتو بتدعو كمان البعل عنده قوة على إنزال النار خلينا تشوف من هو الإله الذي يجيب وفعلا أعطى الأولوية لأنبياء البعل صلوا أكتر من تلتين النهار عند معادة تقدم المسائية مكتوبة عن إليا رمم مذبح الرب النتيجة صلة صلاة الإيمان نزلت نار الرب لكن هنا ما أريد أن يعني أقول شو بتعمل الصلاة فسقط جميع الشعب على وجوههم وقالوا آية تسعة وثلاثين الرب هو الله الرب هو الله للأسف اليوم اسم المسيح عم يسخر منه سواء في الإعلام في الغرب سواء الاتهاد في الشرق في كل الوسائل في كل الطرق اتهدات فكرية جسادية نفسية على المسيحيين وكما تقول إحصي أكتر شعب مضطهد في العالم هم المسيحيون فإذا مع كل هذا أحبائي اتصور أن الناس بتفتخر بالأمور الخلاعية وبتتحد الأديان والخلاعة والعلمانية والإلحادية كله بيتحدوا مع بعض بس من أجل أنه تكون روح ضد المسيح فيه شيء في شخصية وهوية المسيح مع كل جماله وكماله لكنهم يكرهونه لأنهم يكرهون أتباعه فإذن صلى إلي صلاة ونزلت نار الرب وكل الشعب قال الرب هو الله الرب هو الله يكنيسة قومة نتحرك خلينا نصلي بالإيمان بقوة وعمل الروح القدس نصلي فيه اسم الرب يسوع المسيح لكن البداية كما يقول كتاب توبه لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب حتى ربنا يفرجها في هذه الأيام يقطع الشر والأشرار يقطع الوباء هرب قدام الوباء كما يقول الكتاب المقدس فإذا نصلي أحبائي حتى تتحرك السماء وتشل يد الشيطان حتى نرى خير ورحم وبرك ونعم وفرج في هذه الأيام فإذا الله استخدم إلي في فترة تاريخية صعبة جدا وفعلا كل المملكة قالت الرب هو الله الرب هو الله بعد فترة زمنية الشعب نسى الله وراحوا للسبية الأشوري سنة 722 قبل الميلاد وبعدها يهوذة سبيت من البابليين سنة 586 قبل الميلاد لمدة سبعين سنة بسبرد في السبي الله استخدم رجال مثل دانيال مثل أصدقاء التلاتة استخدم نحمية وحسقيال واستخدم أحبائي واحد من القصص اللي مهم جدا غيرت التاريخ كمان اللي هي أستير الملكة أستير الملك أحشاويروش ملك الفرس كان بيملك على 127 كورة كان يعني بيحكم من فارس وصل للهند تصور وصل للهند اللي حكم 127 كورة لم يملك نفسه أو أعصابه عمل وليمي وحفل كبيري وطاب طبعا قلبه كما يقول كتاب وعندما تدخل الكؤوس تتسلل إلى الرؤوس الخمرة المسكر عندها طلب أنه يحضر زوجته وشته الملكة طبعا الوشته هي من عيلة محترمة كمان عيلة ملكية رفضت فغضب أحشويروش وعملوا قانون حتى يعلموا الستات أنه ما يتصلطوا على أزواجهم فطردت وبعدين طبعا كان في نوع من الانتخابات أول بيوتي باجن يعني انتخاب ملكات الجمال انتخبت استير اللي كانت يهودية عمها مردخاي كان بيخدم بيشتغل في نفس القصر والله استخدموا أنه يحمي الملك الملكة أستير عملت شيء مهم لسيما في واحد شخص كان لئيم جدا اسمه هامان في يوم واحد كان عامل فرامان كان عامل وصايا كتابات أنه في هذا اليوم في كل الممالك يقتل جميع اليهود يعني إبادة جماعية كاملة ما يخلوا ولا واحد يهودية أدركت استير هذا الأمر وطلبت الصلاة صلوا ثلاثة أيام صوم وصلاة صوم وصلاة والرب معجزه نبه روح الملك واستيقظ واكتشف أنه مردخاي كان عامل خير معاه فرفعوا والنتيجة اكتشف من استير أنه اللي عم بيقوم في هذه المؤامرة هو الرجل المقرب عنده خياني يعني خياني وكم من الناس المقربين اللي خانوا ملوك ورؤساء فطبعا في نفس اليوم اللي كانوا عاوزين يبيدوا إبادة جماعية اليهود طبعا في نفس اليوم هامان وكل وكل اللي اشتركوا معاه أبيدوا لم يكن يعلم أنه المسيح سيأتي من نسل داود حسب الجسد كما يقول في روميا واحد آية أربعة استير في صلاتها غيرت قرارات وغيرت يعني الدول من خلال الصوم والصلاة حمت شعبها من الإبادة الجماعية وتوجد صلوات بنعمة الرب أنا إن شاء الله رح أعمل حلقات للفيسبوك حوالي 18 حلقة عن صلوات غيرت الظروف وعن كل صلاة شو عملت الصلوات بتعمل أمور عظيمة جدا سأخد فاصل وبعد الفاصل أنا بشجعك إذا عندك مداخلي عندك سؤال محتاج لصلاة يمكنك التواصل معنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدينا قبل ما أبتدي أخذ مكالمات أنا أحب أشجعكم أنه تتواصلوا معنا خلينا أعطي شيء مهم جدا 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 من العهد الجديد اللي هي الكنيسة الأولى بعد قيامة يسوع المسيح رأى التلاميذ الرب يسوع المقام تغيرت حياتهم من خوف إلى شجاعة وعندما امتلأوا من الروح القدس ابتدأوا يشهدوا ويجاهروا بكلام الله فحدث اضطهاد في بداية الكنيسة على الكنيسة ومسكوا أهم شخصيتين اللي هو بطرس ويحنى وسجنوهم وطبعا ظنوا أنه بشوي التهديد يخوفوا بطرس وبولوس لكن كيف يخوفوا لأنهم امتلأوا من القدس وشافوا بعينيهم أن المسيح مات على الصليب وشافوا بعينيهم أن المسيح حي قام من الأموات وطلبوهم أنه ما يعلموا ولا يوعزوا بهذه الكلمات وهذا كان مهم جدا كان ممكن يقضي على الحركة المسيحية من أساسها من مهدها لو تلميذ المسيح اتراجعوا شو اللي صار أحبائي شوف شو الكنيسة صلت مكتوب والآن في صحة أربعة والآن والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلم بكلامك بكل مجاهرة بمدء يدك للشفاء والتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة وهذا زاد الاضطهاد عليهم والاضطهاد كانوا مكتوب والذين يعني اضطهدوا جالوا مبشرين بالكلمة وهذا الاضطهاد سبب لتشتت الكنيسة او بالاحرى لانتشار الكنيسة فانطلقت الكنيسة من اورشاليم الى انطاقيا سوريا في سوريا وهناك اصبحت سوريا مركز الارساليات المسيحي واصبحت سوريا المركز لنشر الدعوة المسيحية من تلميذ المسيح وواصلوا الى كل العالم القديم من خلال الاضطهاد والموت ثم جاءت الاضطهادات الرومانية على حقب تاريخية من اشنع واسوأ واصعب الاضطهادات ليقضوا على المسيحية لكن المسيحية ازدادت بدون سيف بدون اغتيال بالمحبة بالتسامح بالغفران بدون اي انتقام وصلت المسيحية وغطت كل الامبراطورية الرومانية لانهم فعلا صلوا بقوة الروح القدس نفسي هل هذا الامر انتهى ككنيسة احنا فينا نتحد ونصلي صلاة جماعية في توقيت معين ونصلي باسم الرب يسوع انه الوباء يروح وان الله يغير العالم من خلال قوة وعمل الكنيسة في هذه الايام لا تروح رح ااخد بعض المكالمات لكن خلينا نشوف هذا الفاصل القصير هل تشعر اليوم بالوحدة هل عندك مشكلة عائلية لربما تمر بأزمة صحية او تحدي مادة شديد طريق الصلاة والمتابعة في غدمة نور لجميع الأمم على أتم استعداد أن يقف معك ويساندك ويصلي معك ومن أجلك ويجيب على أي تساؤل أو استفسار لديك لا تتردد ارفع سماعة التلفون الآن واتصل بنا على الأرقام التالية من جميع إنحاء العالم 1-905-335-6 1-5-3-4 أو على الرقم المجاني 1-800-280-3288 من أمريكا 3-0-1-551-7642 من مصر 0-1-22-026-66-07 من لبنان 7-0-188-412 من المغرب 0-6-7-9-6-0-0-7-0-9 من الجزائر 0-55-4-6-0-2-0-3-1 من أستراليا 2-8-0-5-5-7-4-5 من فرنسا 1-7-6-6-4-1-2-9-5 من إنكيلترا 2-0-3-0-0-2-5-9-2-1 أو اتصل بنا مجانا على skype L-F-A-N-DOT-NOUR أو يمكنك الاتصال عبر الواتس أب والفايبر على الرقم التالي 1-905-281-4428 أو أرسل لنا رسالتك على الإيميل كما نشجعكم على زيارة موقعنا على الإنترنت www.lfan.com ولا تنسوا متابعتنا على صفحاتنا بالفيسبوك وكذلك قناتنا على اليوتيوب وفي انتظار تعليقاتكم ورسائلكم والرب يبارككم أهلا أحباء على فكرة أحب أشكر كل المشاهدين والمستمعين من أجل تشجيعاتكم وصلواتكم لخدمة نور لجميع الأمم كما تعرفون خدمة نور لجميع الأمم هي خدمة متعددة ولها أوجه كثيرة من خدمة الكرازة وخدمة المتابعة والتلمذة خدمة التدريب وزرع كنائس وأيضا خدمات إنسانية مساعدات إنسانية في بعض الدول أو الأماكن المتضررة نحن نشكر كل الأحباء اللي بيساندونا بيصلولنا نشكر الرب من أجل جميع اللي بيساهموا معنا بالدعم المادي أيضا ربنا يبارككم وربنا يكافئكم أيضا وعلى فكرة أنا بشجعكم تفوتوا على الفيسبوك لايف كل يوم عم بتكلم رسالة وهي الرسائل فيها طبعا فائدة روحية ورح تكون بركة لحياتك وهي الرسائل تشجع آخرين حتى يشاهدوها ويسمعوها أيضا ربنا يبارككم خلينا أخذ المكالمة الأولى من أبو مهند من الأردن أهلا وسهلا أبو مهند انت معنا على الهوى مساء الخير مساء الخيرات أبو مهند بحية محبة والصغير وإعجاب لأخي العزيز نزار شكري ربنا يبارك شكرا كاف سكرا تحت الظروف التالية إن كنا راعي آثان في قلوبنا نظمور 66 إن أغلقنا آثاننا عن صراخ المسكين أمثال 21 إن كنا نعيش في الشر والخطيئة حشية 59 إن كان هنا خصام في بوتنا بقص ثلاثة فاق إن كنا متقلقلين رأي وردت في عقوب واحد ستة لتبع وكنا أنانيين في طلاباتنا برضو وردت في رتالة يعقوب ولكن آخيرا طلبة البار تقتضر كثيرا في فعلها فهل نسلك في البر والتقوى والقدرة وأخيرا هل صديق يسوعا قادر بر أمين ورقيق يرتي لبلاء الناس أمين فعلا يعني إذا بحط الصلاة في تلخيص إحنا محتاجين نصلي لكن إذا بحط بصيغي الكلام تبع أبو مهند يعني حتى نشوف صلوات مستجابة أولا لازم نصلي يعني تكون قلبنا طاهر بدون خطية في مزمور 66 كما ذكر آية 18 إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب وقت بس الشعياء 59 خطياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم في الخطية هي اللي بتفصلنا عن الله مشان هيك لازم نتطهر نتقدس ربنا هيك يغفر لنا خطيانا هاي الصلاة لازم تكون بتوبة حقيقية فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل ثم هذه الصلاة لازم تكون بإيمان كما ذكر اقتبس من يعقوب ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة وفي العبرانيين صحاح 11 مكتوب بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه وفي مرقص 11 آية 24 ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم العملة اللي الله بتعامل فيها هو من خلال الإيمان ثم الصلاة لازم تكون لمجد الله مش يعني مش أي صلاة ليتمجد الآب بالابن كما هو مكتوب والصلاة بحسب يحن الأول صحاح 5 أن تكون بحسب مشيئة الله ثم الصلاة أحبائيا بغي أن تكون في اسم الرب يسوع المسيح إلى الآن لم تطلبوا اسألوا أو أطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا اسألوا باسمي ما طلبتم باسمي فإني أفعله قال الرب يسوع المسيح ثم الكتاب يعلمنا أن الصلاة لازم نكون مليانين بكلمة الله إن ثبتتم فيي وثبت كلام فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم لازم نمتلئ ونثبت في كلمة الله الصلاة هي تلذذ وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك ثم الصلاة بالروح مصلين في الروح أو صلوا بالروح أفسوس إصحاح ستة ثم أحبائي عندما نصلي صلواتنا مثل ما ذكرت حسب مشيئة الله ولمجد الله صلواتنا ما تكون أنانية تطلبون ولستم تمتلكون لأنكم تطلبون رديا يعقوب إصحاح أربعة والكتاب بعلمنا أطلبوا ملكوت الله وبره أولا وهذه كلها تزاد لكم هذه الصلوات عندما نتنقى من الداخل ونطلب بإيمان في اسم الرب يسوع بعمل وقوة الروح القدس أحبائي لمجد الله الآب الله بيتمجد الله بيسمع والله بيستجيب الله سمع صلوات رجال ونساء استخدمهم وغيروا ظروف وغيروا أحوال من خلال قوة هذه الصلوات وأنا بشجع كل يوم أحبائي أنه إذا بتحبوا طالما أن يوم الأربعة هو البث المباشر شو رايكو تصلوا كل يوم أربعة كل اللي بيشاهدون ممكن أتحدى أنه تعطي عشر دقائق يوم الأربعة تصلي من أجل بركة الله وحضور الله من أجل شفاء الله من أجل مجد الله يعم في هذا العالم ومعرفة الله وأن الله يفتح العيون حتى يشوفوا يسوع لكن خلينا نصلي كل يوم أربعة إلى أن يقف هذا الوباء ويجي العلاج الكامل في اسم الرب يسوع نصلي شفاء لبلادنا وإبراء لأراضينا كما يقول الكتاب المقدس أحبائي هذه الصلاة ما هي مثل ما بيقولوها في الإنجليزي ويش لست يعني ليست فيها رغبات أنت بتتعامل مع إله حي بتتعامل مع إله موجود هذا الإله القدوس هو الذي طلب من أن نطلبه أولا وأن نعطي احتياجاتنا يعني المسيح لما طلبوا منه التلاميذ يتعلم الصلاة فقال لهم فقولوا أنتم يا أبانا الذي في السموات بتصلي للآب وبتركز على مجد الآب وعلى مجد الله وقداسة الآب وعلى مشيئة الآب لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض ثم أحبائي منتوجه للإحتياجات كل واحد عنده إحتياجات يقول خبزنا كفافنا أعطنا اليوم في عنا احتياجات لبيوتنا لأولادنا لأشغالنا لأعمالنا لتزديد احتياجاتنا نصلي من أجل خلاص النفوس نصلي من أجل بركة على العالم نصلي من أجل تغيير في الأمور الروحية أنه الله يغير أمور حتى الناس تتبارك كمان من خلال كنيسة الرب هذه الاحتياجات يعلمها الله لكن برضو بخلينا نركز على محبة الله من كل القلب وعلى طلب ملكوت الله في حياتنا أولا اليوم أنت عم تسمع وعم بتشاهد ويمكن وصل فينا الوضع مثل الشعب القديم بتقول أين هو الله الظاهر أنه الله صامت مش عم بيعمل مش عم بتحرك مش عم بيستجيب الصلاة عاوز أقول لك أنه الله سامع حتى يعرف أيضا فكر قلوبنا خلينا أخد مكالمة أخد مكالمة من الأخ محمد الأخ محمد من المغرب أهلا وسهلا فيك تفضل السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا أنا محمد من المغرب أتكلم معكم أهلا وسهلا يا أخي محمد تفضل تفضل يا أخي محمد أرجو أن أقول لكم لماذا لا تقولون للناس الحق لماذا لا تظهرون الحق وأي حق أنت بتتكلم عنه يا أخي محمد هل تسمعوني أنا أسمعك أنت بتتكلم عن الحق وأي حق أنت تتكلم عنه أنت قلت أنه لماذا لا تقولون كلمة الحق لماذا لا تظهرون للناس الحق لماذا لا تقولون بأن إنجيلكم محرف ومن قال لك أن إنجيلكم محرف من اللي قال لك هذا الكلام هل قال لك القرآن أن الإنجيل محرف أريد منك أن تحضر نسخة أصلية لإنجيلكم هذا والإنجيل قبل القرآن كان مترجم أكثر من عشر لغات هذا الإنجيل محرف لا 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 أنت بتقول محرف هل قال لك القرآن أنه محرف والله الله عز وجل لا يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا لمن يتكلم هذه الآية أخي محمد لمن يتكلم هذه الآية لأنه كتابك مع احترامي لك يقول عن الكتاب المقدس أنه هدى اسمعني يقول هدى ونور للناس فهذه الآية لمن تتكلم اقرأها وفحصها وإرجع احكي معاي المرة القادمة لأنه وقتنا أزف يعني على أخ محمد من المغرب يدعى يقول ليه ما نتكلم كلام الحق للأسف هو يردد كلمات يسمعها بدون الفحص وبدون البحث مع أنه هذا الكتاب أكثر كتاب في الوجود هو مؤيد ومثبت علميا وتاريخيا حتى أي مخطوطة أخرى في هذا الوجود يعني أنت بتكلم عن أكثر من 24 ألف مخطوطة عادة عن الكودكس اللي هي نسخ مثل السينائية والفاتيكانية والباشيطة يعني موضوع كبير طويل فإذن هنا يعني يتحدث لأنه لا يناسب كلامه فهو محرف بدل أن يبحث ويقارن ليه يعني ليه محرف ومتى حرفه ومن حرفه ولمصلحة من التحريف هل اليهود حرفه طب معنا المسيحيين العهد القديم وهل المسيحيين حرفوا العهد القديم عند اليهود نسختنا ومن يستطيع أن يبدل كلمات الرب لا تبديل لكلمات الرب ومن يتجرأ على تحريف كلام الله يعني هذه زي تون نوتا صرنا نسمعها بشكل مستمر وأنا أتمنى من كل قلبي أنه يتصل معاي أخي محمد من المغرب الأربعة القادمة على كل حال عاوز أقول أحبائي أنه أي مستحيل أو أي جبل أمامك تستطيع من خلال الصلاة بالإيمان لمجد الرب وحسب مشيئة الرب أنه تقوم بأمور عظيمة أنا بصلي اليوم أنه الرب يعطي شفاء وفعلا يعطي إبراء وكل واحد بشاركنا أنا بصلي وبشاهدنا أنا بصلي اليوم أنه اليوم يكون يوم خلاص في حياتك عجلة الزمان تتقدم لا ترجع إلى الوراء اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم اليوم أطلب الرب في حياتك صلاة بسيطة أقول له ارحمني أنا الخاطئ تعال أسكن قلبي وغير حياتي وأدعوك حتى تكون ربي وسيدي ومخلصي إذا صليت محتاج لمساعد رحية بكل سرور الرب يكون معك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة